هذا سائل يقول هل يلزم طواف الوداع سواء للحاج أو المعتمر وسواء كان الرجال أو النساء هذا بالنسبة في مكة وفي المدينة أثناء الزيارة هل يلزم سلام الوداع أيضا وأهل يجوز الدعاء عند قبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتهب ثوابه إلى روحه الطاهرة وتدعو بخير في الدنيا والآخرة أما الحج فيجب له الوداع أوليه صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الحج يجب له طواف الوداع وأما العمرة فلا يجب لها وداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المعتمرين بأن يطوف طواف الوداع وإنما أمر به الحجاج فقط لكن إذا طاف للوداع من باب زيادة الخير فلا باس زيادة خير أما الوجوب فلا يجب على المعتمر طواف وداع وأما الدعاء عند قبر الرسول أو عند غيره من القبر فلا يجوز لأن هذا وسيلة إلى الشرك إذا أردت أن تدعو الله فلا تدعو عند القبر لا قبر الرسول ولا غير بل تدعو في مكان بعيد عن القبر الدعاء عند القبر والصلاة عند القبر هذا منهي عنه لأنه وسيلة إلى الشرك لكن المشروع أن تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدمت من سفر أن تسلم عليه إذا قدمت من سفر وعلى صاحبين ويجوز أن تزور مقابر المسلمين تسلم عليهم وتدعو لهم أما عند السفر فلا توادع قبر الرسول ألا ما ورد ما ورد إن قبر الرسول وادع اللي توادع الكعبة اللي توادع الكعبة بعد الحج وأما قبر الرسول فليس له وداع إنما تسلم عليه إذا قدمت من سفر اشتركوا في القناة